قلة الماء في الحنفيات والاضطراب في توزيع المياه الذي تشهده مختلف مناطق صفاقص يشكل معاناة كبيرة قد تعود بنا إلى عصور مضط بالتزود بالماء بالأوعية والبراميل فلا عزاء للأهالي سوى أن يعودوا إلى الطرق القديمة بتوفير حاجياته من الماء خاصة أن سكان صفاقص اعتادوا على تخزين الماء منذ القدم عبر الماجل وهذه عادة محمودة فقد ساهمت اقتصاديا لتوفير الماء في الفترات العصيبة التي مرت بها السناد ولكن يبقى دور الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هاما جدا في عاصمة الجنوب التي تستوعب قرابة المليون نسمة إلى جانب الثقل الاقتصادي والصناعي والتجاري للجهة فعلى غيرار المشاكل التي يعاني منها سكان مدينة صفاقص فإن أهالي الأحواز والمناطق المجاورة معاناتهم أكبر في كمية الماء الموزعة والبنية التحتية والخدمات المسدات من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الماء مش متوفر لمساح الشراب تنجم تبشي دور الكاميرا على عين المكان كيفاش نصبه بالتركتورات أعبادة تجيب بالابادل على الكرارات من الواحد والأداء وأمر أن الماء تنجم الدور الكاميرا بعيد علىنا 150-200 متر أعملنا مطالب أعملنا كذا عنا نصخ نجم نجيب لكم النصخ هم براسك تلخصهم الكل في حكاية 20-30 دار موجودين 20-30 دار لماكسيما أمشينا اتصلنا كذا قال لك أخويا أعملوا دراسة وكذا نحب نعدونكم على جيابكم نعدونكم أخويا تكلف برش هم لاين 3-23 مليون باشي عدونا معاتا يجي من الطريقة ذايا ويرجع لها كشوي منزولوا فمديار أخرى غدك والحكاية ذي مش مربوطة بالثورة وقبلنا الثورة برش جرينا طالبنا أعملنا مطالب خرج الوالي على عين المكان خرج الوالي على عين المكان وعود في الفرق فمتى تنظر الصنات جديا في هذه المشاكل الحقيقية والتي باتت معاناة مزمنة عبر العثور والأزمان